محمد صلاح يواجه تحديات جسدية تثير القلق في كأس الأمم الأفريقية في تقرير حصري لمراسل القاهرة الإخبارية تم الكشف عن نتائج صادمة لفحص الأشعة الذي أجراه النجم محمد صلاح بعد إصابته في مباراة المنتخب المصري مع منتخب غانا وفي تطور غير متوقع تبين أن مدة غياب صلاح ستكون أطول من المتوقع مما يعني غيابه عن مواجهتين محوريتين في حال تأهل منتخب مصر أكد المراسل أحمد فاروق أن هذا الخبر كان صدمة للجماهير والجهاز الفني خاصة وأن هناك توقعات بمشاركة صلاح في مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات الأمور أصبحت تحتاج إلى استراتيجية جديدة لمنتخب مصر الذي يسعى لضمان مركزه في البطولة وفي غياب صلاح بدأ المنتخب المصري استعداداته بتدريبات خفيفة حيث يركز على الاستشفاء للأعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة يظل التحفيز والروح العالية هما الركيزتين الأساسيتين للفريق الذي يسعى لضمان مركزه في المجموعة خاصة مع اقتراب مباراة مهمة ضد منتخب كاب فيردي وفيما كانت معنويات منتخب كاب فيردي مرتفعة بحصد نقاط الصدارة أصابت حالة عدم الفرحة البعثة عند علمها بغياب محمد صلاح يتمنى الفريق المنافس مشاركة صلاح الذي يحظى بشعبية كبيرة في كاب فيردي ترقبوا المزيد من التطورات في رحلة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حيث يتعين على الفريق التكيف مع هذه التحديات الجسدية المفاجئة